السبب الثالث من العوامل الحافظة في إذن الله من الفتن ملازمة تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل واتعاض وفهم لهذا القرآن العظيم وما تضمنه من الأوامر والنواهي والمواعظ والقصص والعبر فإن ذلك بإذن الله تعالى سبب بفضله وكرمه لعصمة الإنسان من الفتن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا رحمة وهدى للمؤمنين نسأل الله الكريم أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته هذا القرآن على المسلم أن لا يغفل عنه على المسلم أن يرتب له وردا من يومه وليلته يقرأ فيه ما تيسر من كتاب الله ويحذر كل الحذر من هجر كتاب الله سواء تلاوة أو تدبرا أو اتعاضا أو غير ذلك من الخيرات التي هي من كتاب الله عز وجل يحذر من هجر كتاب الله تعالى فإن ذلك من الحرمان لا بد أن يكون للمسلم حزب في يومه وليلته يقرأ فيه ما تيسر من كتاب الله عز وجل يقرأ فيه ما تيسر من هذا القرآن العظيم الذي هو خير ونور وهدى ورحمة لعباد الله المؤمنين ولكن من المؤسف أيها الإخوة الكرام أننا نجد البعض من المسلمين يمر عليه اليوم وأكثر بل الإسبوع وأكثر بل الشهر وأكثر لا يقرأ من كتاب الله تعالى شيئا وبالمقابل تجده في الاطلاع على محتواه وسيلة التواصل الذي هو هذا الهاتف الجوال تجده يقضي عليه الساعات ولربما يقضي أيضا الساعات أمام هذه الشاشة والله المستعان وأما كتاب الله عز وجل فنجده قد أغفله وتركه بالأيام والليالي فلا إله إلا الله ما أحلم الله إن هذا أيها الإخوة الكرام لمن الحرمان أن يضيع الوقت على المسلم ما قرأ شيئا من كتاب الله عز وجل فالله الله إخوة الكرام للتعاهد بكتاب الله تعاهدوا هذا القرآن أيها الإخوة الكرام فإنه خير ونور ورفعة كما بين ذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه فالله الله في كتاب الله يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يرتقي في ماذا في الدرجات العلى من الجنة نسأل الله الكريم وفضله فالله الله أيها الإخوة الكرام في لزوم كتاب الله وتلاوة كتاب الله وتعاهد قراءته في اليوم والليلة بما تيسر رحمني الله وإياكم فإن ذلك خير ونور ولا تشغلنكم هذه الدنيا وما فيها من الملهيات والمغريات وغيرها من المشاغل عن تلاوة ما تيسر من كتاب الله نسأل الله الكريم أن يعيننا وإياكم على ذلك فالتلاوة كتاب الله عز وجل من أسباب الثبات على الحق والعصمة من الفتن قال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتين الله أكبر هذا القرآن العظيم سبب بإذن الله للثبات على الحق والعصمة بإذن الله تعالى من الفتن فالله الله في تعاهد كتاب الله رحمن الله وإياه